لم تجد فروة الدبعي وقتا أفضل ولا أنسب من هذا كي تقدم ما كانت تطمح إليه دائما أن تعلم الأطفال في مدينتها كيف يتحدثون اللغة الإنجليزية وها هي اليوم تقف إلى جوار حلمها ومع تلاميذها الصغر في أحد أحياء تعز المحاصرة تعلمها وتحاول معهم نسيان أن ثمت طلابا وطالبات قبل أسابيع فقط لم يتمكنوا من الوصول إلى هنا فقد قتلوا على مقربة من المكان تنظم المعلمة التي تعمل تطوعا إلى مجموعة أخرى خرجت من تحت ركام الحرب للتخفيف من أمية في الغالب تصحب الاقتتال وكل يوم ينتظر المعلمون والطلاب زملائهم ليبدأوا يوما دراسيا في إحدى المساحات الضيقة أو المكشوفة التي لم تكن من قبل تحمل اسم مدرسة تطوع البعض بتقديم منازلهم لتصبح مدارس بديلة إلى أن تعود الجدران المدمرة ويتحمل التلاميذ الصغر إلى جانب كتبهم المدرسية ومخاوفهم الكثير من حر الشمسي وتقلبات المناخ حيث يتجمعون في مباني غير مكتملة لتلقي الدروس والبحث عن أمان غيبته القذائف وقد خصصت عدد من هذه المباني للطلاب الذين توقفوا عن التعليم قبل عشرة أشهر ولديهم رغبة كبيرة في العودة إلى مدارسهم وإن كانت قد غدت بلا جدران وبلا ملامح لكنها لم تفقد رسالتها بعد كما قال أحد المعلمين اشتركوا في القناة